اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحاول ان نشرح ونوضح الصورة بشكل علمي ومنطقي اكثر طبعا بالنسبة لعملية التراجع لاي كوكب وهو مش انه الكوكب بصير يرجع لورا يعني بوقفه برجع لورا لا هو بصل في المدار تاعه لابعد نقطة فكل المدار الفلكي او الخارطة الفلكية او الزويدك بتصير اسرع منه بالحركة لانه هو ببطأ في حركته في النقطة هاي فبتصير كل الخارطة الفلكية اسرع منه الكواكب بتمر من جنبه بسرعة اكثر من سرعته فعشان هيك ببين انه للكواكب هاي انه هو بتراجع للخلف عشان هيك ممكن يرجع درجات وممكن انه يرجع عشريات وممكن يرجع من برج لبرج على حسب الكوكب وعلى حسب سرعته وعلى حسب سرعة حركته وبطأ حركته بالنسبة لعطارد عطارد دائما هو والزهرة دائما بكونوا حوالين الشمس يعني سرعتهم دائما بتكون حوالين الشمس اما مع الشمس في نفس البيت او قبله ببيت او بعده درجات معينة للبيت اللي وراه ولكن ما ببعد مسافة مثلا اكثر من برج عنه او بزيد عنه برج فدائما بتظلوا هدولا الكوكبين حواليه فعطارد لما بدي يتراجع المرة هاي رح يتراجع في السرطان تراجعوا في السرطان هذا رح يكون صباح يوم 18.06 رح يكون ساعة اربعة وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج عملية التراجع هاي رح تستمر من 18.06 لغاية صباح يوم 12.07 يعني تقريبا ساعة ثمانية وستة وعشرين دقيقة يوم 12.07 بنهي عملية التراجع وبرجع للحركة الامامية في السرطان فهو رح يتراجع في السرطان طويل الفترة هاي رح يرجع تقريبا لبداية السرطان وبعدين يرجع يمشي للنهاية مرة اخرى وبعدها بطلع منه للأسد الان دائما عملية التراجع لأي كوكب من الكواكب ان كان كوكب صغير ولا كوكب كبير هذا اشي سلبي ما بعطي ايجابية نهائيا حتى لو عمل زوايا ايجابية بتكون ايجابيته يعني مع الزاوية الايجابية بتنزل تقريبا ما يعادل من خمسين لغاية خمسة وسبعين في المية من طاقته وبالعكس ممكن يعطي برضو سلبيات في خلال نفس اليوم الان بالنسبة لسرطان لما بيبلش يتراجع في هاي الفترة اللي بتراجع فيها بنشعر انه احنا عنا نوع من انواع التشويش في حياتنا اليومية ما عنا تركيز ما عنا قدرة على ضبط اعصابنا بيبدأ التأثير السلبي عادة دائما يبل بداية التراجع لعطارد تحديدا يبل بخمس ايام وباستمر ما بعد ما ينتهي التراجع حتى لما يرجع للحركة الامامية باستمر من ثلاثة لخمس ايام بظل نفس التأثيرات السلبي اللي احنا راح نحكيها طبعا عطارد هو اساسا مجاله الرئيسي تاع الاتصالات كل اشي اللي علاقة بالاتصالات بالتنقلات هو مسؤول عنها او هو اللي بيأثر عليها بشكل كبير يعني ممكن في الفترة هاي بما انه هو الان بده يتراجع معناته ممكن تتعطى الهواتف بصورة مفاجئة ممكن تضيع رسائل في البريد ممكن يتأخر طرد بريدي اكثر من المعتاد بالاضافة انه ممكن تكتظ حركة المرور وننتظر طويل في السيارة يعني زي ازمة او ازدحام عادة دائما في تراجع عطارد بتكثر حوادث السير بشكل ملحوظ بتزداد السرقات لا يأسية مسرقات السيارات ناهيك عن خراب او تلف وجائي بحل بالسيارات وخصوصا بكهربة السيارات او اذا كانت السيارة على نظام الكمبيوتر ممكن انه يصير خلل في الكمبيوتر نفسه تاع السيارة ومنلاحظ ايضا في فترة تراجع عطارد انه عدد الاجهز الكهربائية في البيت ممكن انه يصير فيها عطل تتعطل بصورة مفاجئة بدون سابق انذار بدون خراب بدون اي شيء فجأة تطفي زي جهاز تلفزيون مثلا زي جهاز ستيريو ثلاجة غسالة يعني كل الاجهز الالكترونية معرضة انه في لحظة يصير فيها بعض الخراب او تطفي هيك فجأة في هاي الفترة كمان يعني بحب احذر انا من توقيع العقود لانه الواحد بيكون مش امركز مظبوط فممكن ما ينتبه لبنود العقود فيوقع على شيء وفي الاخر يتفاجأ انه هو انغش هو ما انغش هو ما ركز يبل توقيع العقود فعشان هيك بنقولك انه لما تيجي بدك توقع على عقد وما اضطر انك توقع عليه بدك تتفحص بنوده بشكل جيد وممكن واستشير اشخاص خليهم يركزوا معك في هذا الموضوع لانه رح يسبب لك متاعب في وقت لاحق اذا وقعت عليه انت بدون ما تدرسه بشكل جيد اللي بيقدر في هاي الفترة انه يأجل توقيع عقد يعني انا بنصح انه يعمل يعني ما يوقعه لانه جد هاي الفترة بتكون سلبية كثير كمان مسألة ما بنصح اي شخص انه في فترة تراجع طارد انه يكفل اي شخص اخر خصوصا الكفالات المالية لانه سهل جدا انه ما يرجع لك الفلوس هاي في فترة التراجع برضو منلاحظ عدم استقرار اوضاع المالية وخصوصا بصورة عامة اللي بيشتغلوا في المضاربات بالاسواق المالية في البورصة اللي بتعاملوا بتغيير العملات يعني بدهم يكونوا على وعي لانه بالفترة هاي الاسعار بتذبذب في كلا الاتجاهين يا اما انها بتطلع مرة واحدة يا بتنزل مرة واحدة بدون سابق انذر فعشان هيك منقول التعامل في سوق العملة في فترة التراجع وطارد بكون مش مضمون نهائيا ماشي ممكن تضرب حظ مع اشخاص انهم يكسبوا فيها ولكن ممكن تضرب حظ مرة ثانية او ييجي مش حظه فينزل السهم اللي هو اشترى من الامور السلبية هي النسيان والتشويش اللي بيصيبنا وممكن نفقد حاجيات مفاتيح او راق تبوتية ممكن في مجالات الدراسة تخف القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة في التحاق بدورات دراسية بصير الواحد مهمل بدراسته لانه خلص فيه نوع من انواع التشويش عشان هيك برضو في فترة التراجع وطارد بنقول الامور اللي الها علاقة بالارتباط زي خطوة او زواج يعني اذا كان بالامكان تأجيلها بكون افضل لانه بتكثر فيها المشاكل طيب هسا احنا حكينا بصورة عامة عن تراجع عن عطارد شو الاشياء اللي بتحكم فيها وشو الاشياء اللي بسوي لها تراجع طب احنا كاشخاص شو بيأثر علينا طبعا فترة التراجع هاي بنضرر جميعا من هذا التراجع كل شخص على حسب وجود يعني على حسب السرطان ايش بيعنينه على حسب عطارد وين بتراجع اكثر المتضررين هم اول اشي موليد برج السرطان لانه رح يتراجع عندهم في برجهم ومعاهم برضو موليد الجوزاء والعذرة لانه كوكبهم هاي اول تلاتي الآن احنا رح نشرح ورح نحكي تراجع عطارد لما بيكون في السرطان ايش تأثيره على كل الابراج يعني كل شخص بده يحذر من ايش برجه وطالعه يعني بدك تنتبه لبرجك ايش بيحكي لك بدك تنتبه لطالعك ايش بيحذرك برضو فعشان ايك لما بحكي الحمل فهو الحمل برج وطالع فاللي طالعهم حمل بدهم ينتبه لنفس النقطة واللي برجهم الحمل بدهم ينتبه لنفس النقطة طيب الحمل كل الامور اللي رح تصير المشاكل بتنصب على امور لها علاقة بالبيت فعشان هيك هذول اكثر اشخاص ممكن يصير عندهم اعطال في البيت بامور العقارات ممكن مايقدرش يسدد اجار ممكن يصير في عنده اعطال في اجهزة الالكترونية ممكن خلافات ما بينه بين افراد العائلة يعني الامور اللي كل اشي له علاقة بالبيت والعائلة هي هاي الفترة اللي بتسبب له ردات الفعل السلبية برج الثور الطلاب الابتدائي والثانوي هذول اكثر ناس بدهم ينتبهوا اثناء الامتحانات لانه هذولا اللي بيفقدوا نوع من انواع التركيز او قوة التركيز بالدراسة وببطل عندهم رغبة بالدراسة برضو ما يشتروا سيارة موليد الثور واذا بدهم يشتروا مضطررين بدهم يفحصوها بشكل جيد جدا واحنا حكينا عن العقود وعن السيارات بدهم يحذروا اثناء تنقلاتهم بالسيارة برج الجوزاء الامور بتصير خربطة في الامور المالية كل التعب بصير تعب مالي ممكن تتعطل احوالات ممكن تتعطل امور كنت انت بتنتظرها زي دعم ممكن تغلط في اشياء معينة فتتكلف مصاري يعني تدفع فلوس بدل بدل العطل اللي انت عملته فعشان هيك بدك تنتبه اثناء تعاملاتك المالية وبرضو اثناء اخطائك عشان ما تتكلف فيها فلوس برج السرطان هم ليش السرطان بتأثر وهو مش كوكبهم بس بتراجع عندهم عشان هيك بيلاقوا فكرهم مشتت ما عندهم قدرة على الاقناع اقناع الغير بصيروا عصبيين بصير عندهم امور لها علاقة بتعطيل سفر خصوصا السفر البعيد او السفر او التنقلات ممكن تتعطل في هاي الفترة ما ينجحوا في هاي الامور وبرضو بدهم ينتبه اثناء تنقلهم بالسيارات من خوفا من الحوادث او الاعطال المفاجئة برج الاسد هنا بصير عندهم امور لها علاقة يعني ادى بيت متاعبهم فعشان هيك بيظهر لهم اشياء ممكن تتراكم عندهم الاعمال ممكن ما يقدروا ينجزوا اشي ممكن يصير في عندهم اعطال في اشياء معينة تعطل عليهم انجاز بعض اعمالهم ممكن يكون في عندهم بعض الاشياء اللي تشغلهم حتى عن اعمالهم يعني فوضى بتصير عندهم بدهم ينتبهوا لصحتهم لجهازهم العصبي لشد العضل لاصابات اثناء الحركة هاي كلها بدهم ينتبهوا منها موليد برج الاسد برج العدراء طبعا العدراء برضو بتتشتت عندهم الافكار ممكن انه يتحسسوا من مواقف معينة انتقاداتهم تصير لاذعة جدا وبرضو ردات فعلهم عصبية جدا فعشان هيك ممكن يخسروا في الفترة هاي اصدقاء لالهم برج الميزان مشاكلهم اكثرها رح تكون مع المسؤولين في مجال العمل ممكن يتأخروا عن دوامهم او يهملوا في وقت الدوام او يسووا مشاكل داخل الشغل او ما يقدروا ينجزوا اعمالهم في مكان عملهم فعشان هيك بتعملوا لهم خلافات او صدامات مع المسؤولين او مع زملائهم في العمل برج العقرب تعطيل بتصير على امور الها علاقة بالسفر او ممكن ييجي سفر اضطراري اليك انك بدك تسافر على مكان انت ما بتحب تسافر عليه ممكن يصير عندك خربطة في اجهزة الاتصالات والمواصلات ممكن يتأخر لك بريد ممكن تهمل في امتحان تتفاجأ بالنتيجة تبعته لانه انت ما اعتمدت على الحضوض وبدون تركيز تتفاجأ انه انت علامتك مش جيدة يعني بدك تنتبه على كل شيء بتعلق في بيتك التاسع برج القوس برضو مشاكلهم تيجي على شؤونهم المالية اوراق لها علاقة بالبنوك لها علاقة بالمحاكم اموال مشتركة ممكن مشاكل تطلع على موضوع ميراث او ارث او اشياء من هذا القبيل بدهم ينتبهوا على هاي الامور بدكوا تضبطوا ميزانيتكوا بشكل جيد تفكروا بالامور المالية بشكل عقلاني وتركزوا فيه بشكل جيد برج الجدي بتصير عندهم خلافاتهم وصداماتهم مع الشركاء لانه الجدي مقابل السرطان فالشركاء المال والعاطفة هم اكثر المتضررين لبرج الجدي لخصوصا الازواج زوج او زوجة ممكن مشاكل من لا شيء فجأة تصير مشكلة فجأة تكبر المشكلة بينهم وبدون ما هم أساسا بدهم يعملوا مشكلة من لا شيء بتصير المشكلة فعشان هيك بدهم يرقزوا بشكل جيد خوفا من الخلافات والمشاكل انها تكبر ما بين الشركاء برج الدلو برضو مشاكلهم بتكون على مستوى العمل مع زملائهم في العمل ممكن يهملوا ببعض الأعمال ممكن يدخلوا بصدامات أو خلافات برضو مع زملائهم في العمل بدهم ينتبهوا لهذه النقطة برج الحوت اللي بيشتغلوا في مجال التدريس أو الدراسة أو مجال الكتاب الأدبية أو الفنون كلهم هدولا بدهم ينتبهوا لأنه هذا بيتهم الخامس فعشان هيك هاي أكبر نقاط ضعف اللي أنا ذكرتها بتكون في هاي الفترة على هاي بتكون المشاكل وبرضو بتكون المشاكل ما بين اللي بيكونوا على علاقة غرامية ولكن العلاقة الغرامية هاي بتكون مش ثابتة فممكن بسبب تراجعه طارد يصير في فصل في العلاقة هاي أو تنتهي العلاقة هاي فبدهم يركزوا بشكل جيد بدون تهور وبدون ما يحسبوا كل خطبة وكل كلمة بشكل جيد بتمنى أني أنا أكون وصلت المعلومة كاملة عن عطارد وعن تراجعه أسأل الله أنه ولا إشي من السلبيات هاي تصير وكل خير هو اللي يصيبكو ولكن ما علي إلا أني أنا أبلغ وإنتو فيكو تأخذوا بالكلام أو ما تأخذوا بالكلام وفي النهاية اللي بيصير معاه شيء من اللي إحنا ذكرناه يكتبه في التعليقات أو اللي بعرف حد من هذا البرج صار معاه الإشي اللي إحنا حكيناه الآن برضو يكتبه في التوقعات عشان نستفيد برضو أنه وين قوة التوقعات أو ما في قوة للتوقعات هيك من كون انتهينا من أخبار الفلكية لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء